السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييكبرى ليكم غرق الشاب السوري إبراهيم هلم تتاثين عاما الحسك أثناء سباحة تهفى بحيرة بردان بولايات مرسين رحمه الله والهم أهله الصبر والسلام السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييكبرى ليكم قالت مجموعة العامة من أجل فلسطيني سوريا إنها رصدت ارتفاعا في عدد الأطفال المصابين بمرض التهاب الكبد بعد تسجيل أكثر من 200 طفل مصاب داخل مخيم الدنون بريف دماشق وأوضحت أن السبب وراء ذلك يعود إلى تلوث المياه وعدم صلاحيتها للإستخدام خاصة بعد مشاركة الأطفال في رحلات نظمت إلى المسابح الصيفية حيث يحتمل أن تكون المياه ملوثة السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك برل أعلنت الإدارة الزياتية شمال شرق سوريا اليوم الخميس رفع الحظر في منطقة الوسط والمنطقة الشرقية واستبداله بحظر جزء من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا وأصدرت قرارا بإلغاء إغلاق المعابر المدني الواصلة بين مناطق نفوزها ومناطق نفوز الحكومة السورية في دير الزور ليتعود إلى حركتها الطبيعية اتبارا من تاريخ نشر التحقيق